حقرت نفسي أعمل مشروع ومستشفى أحقق فيها الأحلام بتاعتي مستشفيات رفايدة الصرحة حقيقة تعالوا نقابل مرة تانية الدكتورة أميمة إدريس عشان نفهم أسباب اختيارها لمنطقة الشيخ زايد لإنشاء المستشفى من سنة 2004 وكانت مجرد حلم وليه أنشأت عيادات خاصة فيها والنهاردة المسؤول عنها كبار الأطباء في مصر دكتورة أميمة إدريس مستشفى رفايدة صرحة بجد وتعمدت أن في الأول نتكلم عن شخصية حضرتك في مكتبك وبعن وراء العظمة التي تعملتها دكتورة صرحة طبية عملاك جداً في بداية مدينة الشيخ زايد عايزيني الحكاية ده بدأ إزاي؟ الحكاية أن أنا فكرت نفسي أعمل مشروع ومستشفى أحق فيها الأحلام بتاعتي أعمل حاجة كويسة قوي خدمة طبية عالية جداً ما كان يكون زي الفندق بس منقدم فيه خدمة طبية ما يبقاش في حاجة اسمها بقشيش لحكيمة ولا العاملة ولا الكلام ده تكون كل الحاجات فيها تبقى على مستوى عالي جداً فكرت الأول نعمل المبنى اللي هو قرية ده هو ده المستشفى بس للأسف الفايدا كلينيكس الفايدا كلينيكس ده كان هو أساسي هو المستشفى بس لأن حصل علينا ظروف كتيرة جداً الثورة في 2011 والديفاليويشن اللي حصل فقررنا أنه هنعمل ده عيادات ونبعها وبالفلوس بتاعته نبتدي نبني المستشفى اللي هي ورانا دي دلوقتي نبتدي لوحدك تماماً في الشريك ما بشاهد إحنا إحنا فاملي بيزنس إحنا أسرة يعني فإحنا كلنا مع بعض فكرنا واللي بيبني هو أخويا عنده شركة مقاولات ففكرنا إدريس إدريس طبعاً معروفة طبعاً إه فعملنا المبنى الأولاني ده كان عملناها عيادات واتباعت وبعدين مبنى اللي هو دار العيون واتباعة بردك وبعدين بقى هو الرفايدا المترنتي اللي هي بتاعت المستشفى النساء والولادة والإكستنشن بتاعها اللي هو هيبقى فيه كل الخدمات المتوقية زي الرعاية المركزة زي العزام زي أسطرة قلب هيبقى فيها طوارق كبيرة جداً لكل الطوارق لأن إحنا طبعاً عندنا فروفايدا عندنا طوارق للأطفال والأمهات 24 ساعة دي حاجة جميلة جداً بتخدم منطقة الشيخ زايد إحنا عندنا العدد كبير جداً لأن تقريباً إحنا من المستشفىات القليلة اللي في مزايد بتخدم الأطفال والأمهات 24 ساعة قريباً إختارتي أغلى متر في الشيخ زايد أنت في مدخل الشيخ زايد أعيون طب ليه؟ لا أول حقيقة لما أنا خدت هنا كات صحراء يعني عايزة أقول لك حياتك لما خدنا الأرض هنا كات 2004 عايزة أقول لك إن أعرضت على كذا حد من زمايلي ييجوا يعملوا معي أنا كان نفسي حلمي إن كان كل واحدة المستشفى دي مثلاً أعصاب دي مستشفى ترامة دي مستشفى تعزام كل ما يجيب حد من زمايلي يا جماعة فيه حتة ختاة بالبداية مخططة لمجموعة مستشفيات مش نسا ولادة بس لا لا مجموعة مستشفيات كل ما هيقلت وماما دي بعيدة قوي أنت جابانا في صحراء فلكن الحقيقة بردك ربنا وفقنا وقدرنا يعني در العيون هي مستشفى متخصصة للرمد رفايدة متخصصة للنسا والأطفال المستشفى الجديد فيها بقية التخصصات فيه مستشفى در العزام بردك فإحنا الحقيقة بردك حنقدر نحق الحلم بتاعنا إحنا كنا عامين لأساس المشروع على أساسه يعني طب التخصصات الموجودة النهاردة اللي أنا شايف ناس ما شاء الله دخلة وخارجة إحنا عندنا تخصص برك عندنا وحدة أنفو أذن محمجرة حلوة جداً ومجهزة حديثة جداً حديثة وعندنا وحدة علاق طبيعي عندنا دلوقتي طوارق بقت عندنا طوارق للعزام عندنا طوارق للرمض عندنا وحدة بردك للجهاز الهضمي لمركز رؤية حلوة جداً مركز الجهاز الهضمي فالحقيقة بقينا مغاطين معظم التخصصات بيجينا ناس مخصوص عشان يولدوا عندنا مثلاً جات لنا عينة من السودان كانت حامل في أربعة ففي السودان قالوا لها مش هتكمل الأربعة ومش هينفع يقول الولاد كلهم كويسين الست سمعت عن رفايدة فجات رفايدة قاعت عندنا شهر ونص والحمد لله خرجت باتنين أطفال سوبيان واتنين أطفال بنات وبتيجي تزورنا كل شوي بالأولاد فطبعاً بيقى سعيد جداً بيشوف حاجة زي كده بيجينا ناس من نيجيريا نيجيريا بردك بقينا معروفين عندهم فأي حالة بتبقى صعبة بتيجي تولد عندنا أو بتيجي تعمل عندنا عملية لأن احنا عندنا بردك عمليات بالمناظير عندنا دكتور محمد زايد دكتور أحمد المناوي دكتور شطرة جداً في المناظير الأمراض النساء وعندنا دكتور فاين باسيوني في مناظير الجراحة ودكتور محمد المصري عندنا دكتور شطرة جداً أنا شفت عيادة للدكتور حسام موافي هنا دكتور حسام موافي عنده عيادة بردك في بطنة دكتور عاصم سيف دكتور بردك متخصص في السكر فالحقيقة احنا الحمد لله كمان بننتقي الدكتور اللي بتشتغل معنا التوسعات الجديدة النهاردة في مستشفر وفيدة حريك شايفة ان هي تبقى إضافة للسياحة العلاجية إضافة للعلاج الطبي في مصر هنضيف ايه؟ بالوضع اللي احنا فيه كلنا بنفكر إزاي تقدر تجيب دولار فهو الحل بتاعنا كمستشفى هو السياحة العلاجية فإحنا بتاعنا نشاء الله هنعمل المستشفى هيبقى فيها أسطرة هيبقى فيها علاج طبيعي هنعمل سنتر للتأهيل لأن التأهيل عندنا مفتقدين وقوي يعني احنا ما عندناش كتير مراكز للتأهيل بعد العمليات أو تأهيل الحوادث أو تأهيل لإصابات رياضية أو إصابات عامة فإحنا نفسنا نعمل مركز تأهيل يكون محترم والحقيقة اتكلمنا مع كذا حد في ألمانيا وهما مرحبين جدا أنهم يعملوا فرع لهم هنا في مصر يكون تابع لأكبر سنتر تأهيل في ألمانيا الرجل الألماني الدكتور الألماني جيه هنا وتفرج على المكان وعجبه جدا متحمس جدا أنه هو يشاركنا في مركز تأهيل هنا في مصر ممكن ناخد محرك جولة في المستشفى يلا تفرجنا على العظم يلا ده المبنب اللي هو بتاع اللي هو الإن بيشينت قوض المرضى اشتركوا في القناة